اشتركوا في القناة وصلت تأكيداتا على قدرة طهران على الخروج من هذه العقوبات كما خرجت منها في السابق مع بدء سريان المجموعة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حققت أسعار النفط تراجعا ملحوظا نظرا للزيادة المرتقبة للإنتاج لتغطية النقص الذي شهدته الأسواق جراء غياب قسم كبير من النفط الإيراني وتستهدف العقوبات أكثر من 700 فرد ومؤسسة إيرانية تشمل قطاعات النفط والتعدين والطاقة والسيارات والذهب فضلا عن تعاملات البنك المركزي الإيراني فيما تم استثناء بعض السلع الغذائية واستثنت الولايات المتحدة عدة دول لن تطالها عقوبات التعامل مع إيران كان على رأسها كل من العراق وتركيا والصين بينما اعتبرت موسكو العقوبات على طهران تهاكا صارخا للقانون الدولي إن العقوبات ضد إيران غير شرعية على الإطلاق حيث يتم فرضها بانتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي والطرق التي يتم بها الإعلان عن هذه التدابير وتنفيذها ليمكن أن يسبب أي شيء سوى خيبة أمل عميقة هذا وأعلنت المفاوضية الأوروبية رفضها للعقوبات على إيران فيما رحبت كل من السعودية والإمارات بقرار واشنطن وسط استقبال الشعب الإيراني للعقوبات بالشجب والاستنكار وبتأكيد رسمي إيراني على الانتفاف على العقوبات وزيادة الإنتاج اقتصار